الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ثم أما بعد أبناء وبناتي طلاب وطالبات الشهادة السانوية الأزهرية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس مادة التوحيد نتناول فيه بإذن الله الحديث عن البعث والحشر بعد أن انتهينا من سؤال القبر والحديث عن عذاب القبر ونعيم فنبدأ بقول الناظم رحمه الله فيقول وَقُلْ يُعَادُ الْجِسْمُ بِالتَّحْقِيقِ عَنْ عَدَمٍ وَقِيلَ عَنْ تَفْرِيقِ مَحْضَيْنِ لَاكِنْ زَا الْخِلَافُ خُصَّةِ بِالْأَنْبِيَاءِ وَمَنْ عَلَيْهِمْ نَصَّةِ وَفِي إِعَادَةِ الْعَرَضِ قَوْلَانِ وَرُجِّحَتْ إِعَادَةُ الْأَعْيَانِ وَفِي الزَّمَنِ قَوْلَانِ وَالْحِسَابُ حَقٌّ وَمَا فِي حَقِّهِ ارْتِيَابُ هذه الأبيات أبنائي وبناتي يلخص فيها صاحب الجوهرة هذه القضية فقال وَقُلْ يُعَادُ الْجِسْمُ بِالتَّحْقِيقِ عَنْ عَدَمٍ وَقِيلَ عَنْ تَفْرِيقِ يعني الجسم سيعاد بالتحقيق يعني أمر محقق سواء كان عن عدم أو عن تفريق سنرى إن شاء الله أثناء الشر عن تفريق محضين لكن ذا الخلاف خصة بالأنبياء ومن عليهم نصة يعني يخرج من هذا الخلاف الأنبياء ومن عليهم نصة أي ورد النص بشأنهم يعني لأن الأرض محرم عليها أن تأكل أجساد الأنبياء وقيل الشهداء والعلماء العاملين وغيرهم وفي إعادة العراض يعني الأعراض التي تنتبه الإنسان في حياته من طول وقسر وغيره قولاني ورجحت إعادة الأعيان وفي الزمن اللي هو بإحياه الإنسان لأن الزمن ده سيكون شاهد له أو عليه قولاني أيضا والحساب حق وما فيه ارتياب ده بالنسبة للحساب سنبدأ إن شاء الله بإذن الله تعريف البعث فيقول البعث عبارة عن إحياء الله الموتى وإخراجهم من كبورهم إما بعد جمع أجزائهم وإما عن عدم محض أي فناء مح وذلك استعدادا للحشر والحساب والجزاء إما إلى جنة وإما إلى نار إما البعث هو إحياء الله سبحانه وتعالى الموتى وإخراجهم من كبورهم لماذا حتى يحاسبوا على أعمالهم ويأخذوا جزاء هذه الأعمال إما إلى جنة وإما إلى نار طيب إمكانية البعث هل البعث ممكن؟ ولكن هل البعث على هذا الحال أمر ممكن؟ نقول إجابة نعم لماذا؟ لأن البعث لا يلزم من فرض وقوعه محال فهو أمر ممكن وكل ممكن جائز الوقوع إذن فالبعث جائز الوقوع إبا أول دليل منقول أن البعث ده أمر قابل للحدوث ليه؟ لأنه أمر لا يترتب على فعله محال وبالتالي هو أمر ممكن عقلا وكل ما كان ممكنا عقلا إجازة وقوعه ده بالنسبة للدليل الأول دليل الثاني قال لأن القادر على البدء قادر على الإعادة بل إن الإعادة أهوا في نظر العقلاء يعني برضو دليل منطقي إن الإنسان كان إيه قبل ما يخلق الله سبحانه وتعالى خلقه من العدم طيب عندما يموت تبقى من هذا الإنسان شيء ولا لا؟ نعم تبقى منه الجسد البنية هي نعم تحللت ولكن هي موجودة وفي نظر العقلاء إن الإعادة بتبقى أهوا من الإنشاء والله سبحانه وتعالى لا يوصب بإنشاء بالنسبة له أهوا أو أشد أو أصعب حاشة لله سبحانه وتعالى لأن أمر الله سبحانه وتعالى إنما يكون بالأمر يقول للشيء كن فيكون لكن نحن نكلم العقلاء اللي هم الأشخاص العادين اللي هم غير مؤمنين نقول لهم ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان في البداية من لا شيء من العدم ولما مات ترك هذا الإنسان شيئا من جسده أو الجسد كل ما تروق موجود في الكون فالله سبحانه وتعالى قادر على إعادته فالإعادة من شيء أفضل وأهوم من الإعادة أو الإنشاء من العدم نأخذ بعد ذلك الأدلة على البعث لقد سبت البعث بالكتاب والسنة وإجماع الأمة نأخذ الدليل أولى من القرآن الكريم قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وقال أيضا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم كل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم يعني هذه الآية في سورة يسين روية في أسباب نزولها أن أبي بن خلف لعنى الله جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعظم رميم أي قد بلي وتفتت ونفخه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أتزعم يا محمد أن الله سبحانه وتعالى قادر على إعادة إحياء هذا العظم بعدما رم فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم إجابة قاطعة فقال له صلى الله عليه وسلم نعم ويبعثك الله ويدخلك النار نعم ويبعثك الله ويدخلك النار وقيل أن كافرا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن سحقتها وأزريتها في الريح أي عيدها الله فنزلت كل يحييها الذي أنشأها أول مرة أي من غير شيء فهو قادر على إعادتها في النشأة الثانية من شيء وهو عجب الذنب وقد تحدثنا عنه قبل ذلك وقال أيضا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين وبناء على ما سرق فإن البعث سيقع فعلا قال تعالى ويستنبئونك أحقه قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين وقال أيضا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبئن بما عملتم وذلك على الله يسير إذن الأدلة كثيرة جدا من الكرآن الكريم لا نستطيع أن نحصي الأدلة التي تثبت البعث يوم القيامة ثم يأتي بعد ذلك سؤال هل البعث هنا يكون عن عدم محر ولا إعادة الأجزاء المفرقة أو المتفرقة بمعنى إيه بمعنى هل أن أجزاء الإنسان اللي كان بيحيا بها في الدنيا جميع البدن ده سيفنى ويفنى أثره ولا يبقى منه شيء خالص ويبقى البعث يوم القيامة بجسد جديد ونشأة جديدة ولا أن ربنا سبحانه وتعالى سيجمع هذه الأجزاء الذي كان يعيش بها الإنسان في الدنيا الأجزاء الأصلية للإنسان ما قدرش يستغنى عنها الإيدين والرجلين والرأس والنظر وهذه الأشياء الله سبحانه وتعالى سيجمعها بعد تفريق يجمعها يوم القيامة وينفق فيها الروح هذه معنى السؤال هل هو عن عدم المحر ولا تجميع أو الأجزاء المتفرقة من الجسد نرى أراء العلماء في ذلك الرأي الأول فيرى أن الناس عندما يموتون تعدم أجسامهم وتفنى بحيث لا يكون ثمة شيء ولا يكون هناك أي أثر للجسم وهذا هو العدم المحر ويستدل أصحاب هذا الرأي ببعض الآيات الكرآنية نأخذ كده للآية الأولى قول الله تعالى كل من عليها قال الآية التانية قال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون الفناء في الآية الأولى كل من عليها فان والهلاك في الآية الثانية ليكل شيء هالك بمعنى العدم ده الرأي الأول أما الرأي الثاني فيرى أن الناس عندما يموتون تتفرق أجسامهم وتتحول هذه الأجسام إلى أجزاء مفرقة وتخرج هذه الأجزاء وتتحول من مادة إلى مادة أخرى وذلك مع الاحتفاظ بأساس المادة الأصلية التي يتكون منها الجسم إبه هذه الأجزاء هتتحل وهتتحول بعد ما كانت لحم وعصب وعضم ودم هتتحول إلى تراب إبه تحولت من مادة إلى مادة ولكنها محتفظة بالبصمة الوراثية بتاعتها بحيث أن ربنا سبحانه وتعالى لما يأذن به القيامة ويريد بعث الناس مرة أخرى ينادي عليها فتتجمع مرة أخرى كما هي وتعود إلى الحالة التي كانت عليها في الدنيا ويستدل أصحاب هذا الرأي ببعض الآيات الكرآني منها قوله تعالى لسيدنا إبراهيم عليه السلام عندما سأله عن كيفية إحياء الموت يقول مولى عز وجل وإذا قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموت قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم فالذي حدث مع سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه أراد أن يطمئن قلبه لكيفية إحياء الله الموت فأمره الله سبحانه وتعالى أن يأخذ أربعة من الطير فقسمهم وقطعهم أجزاء ووضع على كل رأس جبل جزء من هذا الطير ثم نداهم فببركة هذا النداء بفضل الله سبحانه وتعالى أعاد الله سبحانه وتعالى الروحة إلى هذه الطيور فتجمع كل جزء مع الطير الذي خرج منه وعادوا جميعا يمشون إلى إبراهيم عليه السلام إذن هو تجميع للأجزاء وقال تعالى أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه بل قادرين على أن نسوي بنانا يعني شوف أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه بأن أنت مستبعد أو أن ربنا يجمع عظامك بعد ما تحللت وتحللت وصارت ترابا أنت استبعد أن يجمعها الله سبحانه وتعالى تب ربنا سبحانه وتعالى قادر على أن يسوي بنانا الإنسان بمعنى أن يجعل له بصمة في أطراف أصابعه هذه البصمة لا تتكرر في العالم بأسره يعني البصمة دهية اللي موجودة في أطراف الأصابع لا تتكرر لأي إنسان في الكون كله فكيف تستبعد أن يجعل الله سبحانه وتعالى بصمة لكل جسم هذه البصمة موجودة في زرات ترابة بحيث أن ربنا سبحانه وتعالى ينادي على هذه الزرات يوم القيامة فتجتمع ويعود الجسد كما كان وعلى كل الرأيين لا بد للمكلف أن يعتقد بالمعاني يعني إحنا بنقول شيء اللي مؤمن بالبعث من عدم هو الصح أو المؤمن بأن البعث من تجميع الأجزاء المتفرقة هو الصح وغيره كافر لا 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 إحنا فقط نريد أن تؤمن بأن هناك بعث وأن هناك معاد وأنك ستبعث يوم القيامة لتحاسب على ما عملت من أعمال سواء كان هذا البعث من عدم المح أو من تجميع الأجزاء المتفرقة وقوله لا يلزم أن يعتقد بأحد الرأيين وأن يعتقد المطلوب منك أن تعتقد أن المعاد هو الجسم الأول بعينه دي مسألة مهمة جدا أنت تعتقد أن الذي سيعاد يوم القيامة هو الجسم اللي أنت تعايش به في الدنيا ليه؟ لأن أنت لو جبت جزء مثيل له يبقى إذن المعذب أو المناعم جسم آخر مش هو ده اللي عاصل نحن عايزين الإيد اللي عاصل عايزين الرجل اللي عاصل وكذلك في حالة النعيم عايزين الجسم اللي تعب وصام وصلى وحج وجاهد عايزين الجسم ده عشان ننعامه وبالتالي هو يقول وليس مثيلا له وإلا لازمة أن الجسم المثاب أو المعذب ليس هو الجسم الذي أطاعه أو الجسم الذي عصى والإعادة تشمل الأجسام أي الأجزاء الأصلية من الجسم كاليد والقدم أما الأجزاء التي تزول مثل الشع والأظافر فإنها لا تعود هيجي سؤال تاني حكم أعادة الأعراض الأعراض يعني الصفات الظاهرة للجسم الطول القصر السمنة النحافة البياض الزواد هل هذه الأعراض ستعود أيضا يوم القيامة أم لا يقول أما الأعراض فقد اختلف فيها فقيل تعود وعلى هذا فهي تشمل الأعراض اللازمة فقط مثل الطول والعرض واللون بخلاف الأعراض غير اللازمة مثل الأصوات وقيل الإعادة لا تشمل الأعراض لماذا؟ لأنه يلزم عليه اجتماع المتنافيات قطول والقصر والكبر والصغر السن بقى محتاج أنه هو يتوجد بقى في حالة البعث بقى صغير وبعدين يعد يكبر وضعيف وبعدين يدخن ويسمن والكلام ده كله فهيقول ده هيبقى فيه اجتماع متنافيات طيب فهيقول ورد عليهم على هذا الرأي بأن عادة العرض ليس دفعة واحدة بل على التدرب كما كانت في الدنيا لكن يمر عليه جميع الأعراض كلمح البصر يعني هو هيبقى الصغير وبعدين يكبر وبعدين تنفخ فيه الروح على هيئته هو كبير وكذلك بس الأعراض ده هي يعني مش هتاخد بقى السنين اللي هي مرت علينا في الدنيا لا ده في لمح البصر ولذلك فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن قبل نفخ الروح في الأجساد الله سبحانه وتعالى سينزل على الأرض مطر اسم ماء الحياة فتنبت العجب الزنب ده ينبت كما تنبت الباقل زي ما يكون تقاوي كده وينبت منها العود اللي هو الجسم وبعد ما يوصل للمرحلة النائية يتم نفخ الروح فيه فيقوم وينظر إلى ما حاول وبعدين قال لي خلي بالك التفويد في مثل هذه الأمور أفضل يعني تفويد الأمر اللي له سبحانه وتعالى وعدم الخوض فيه كيفيتها أفضل وكذا الأمره في إعادة الزمان الزمان اللي الإنسان عاش فيه لأنه سيشهد عليه اليوم الحر اللي انت صمته هيجي يشهد يقول يا رب ده صمني وأنا كنت حر جدا الليلة الباردة هتيجي تشهد يوم القيامة يقول يا رب ده قام الليل وأمو توضى وقعد يصلي وكان الليل برد جدا وقعد يقرى قرآن فالزمن سيشهد فيه رأي باب يقول الزمن ده سيعود ويبعثه الله سبحانه وتعالى حتى يكون شاهدا ولا الزمن لا يعود فيها رأيه وقد ورد أن الأرض لا تأكل أجسام الأنبياء ولا تبلي أبدانهم وكذلك بعض الصالحين والشهداء والعلماء طبع العلماء العاملين لا تبلى أبدانهم فإعادتهم لا تكون عن تفريق أو عدم طبعا هنا مؤمنين أن الأنبياء الأرض لا تأكل أجسادهم وألحق بهم العلماء العاملين والشهداء ألحقوا بالأنبياء في أن الأرض لا تأكل أجسادهم وبالتالي يكون بعثهم القيامة لا عن تفريق ولا عن عدم لأن الأجساد باقية كما هي نتكلم بعد ذلك عن الحشر من مقصوده بالحشر؟ قال الحشر هو سوق الناس جميعا إلى الموقف الذي يحاسبون فيه بعد بعثهم من كبورهم يبقى البعث اللي هو نفخ الروح في الجسد بس في مكانه اللي في الهند في الهند اللي في مصر في مصر اللي في اليمن في اليمن الحشر بقى أن يجتمع الناس كلهم في مكان واحد حتى يحاسبوا على أعماله تم مكان الموقف ده فين؟ قال هو الأرض المبدلة كما يقول الله سبحانه وتعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار طيب أقول لي بعد كده ما أنواع الحشر؟ هو الحشر له أنواع؟ نعم الحشر له أنواع أربعة اتنين في الدنيا واثنين في الآخرة نرى كده الحشر اللي في الدنيا هو إيه؟ إيه المقصود به؟ الحشر الأول في الدنيا هو إخراج اليهود من جزيرة العرب وهو الوارد في قوله تعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم من ديارهم لأول الحشر هذا الحشر الأول الحشر الثاني في الدنيا أيضا وهو النار التي تخرج من عدن باليمن قرب قيام الساعة فتسوق الكفار وغيرهم إلى المحشر فتكون معهم على جميع أحوالهم فتبيتوا معهم حيث باتوا وتقيلوا معهم حيث قالوا والقيلولة هي إيه؟ هي الراحة وقت الظهير فالحشر الثاني عبارة عن نار والعياذ والله هي من علامات القيامة الكبرى أن النار ديست تخرج من عدن تسوق الناس جميعا إلى مكان الحشر وهذه النار طبعا المسافة تاخد أيام فالنار ديست هتتبعهم كده وتبشي وراهم ليل ونهار بتقعد معهم في المكان اللي هم قاعدين فيه طبعا المؤمن ها يؤمن أن ديست آية من آيات الله سبحانه وتعالى وعلمها من علامات القيامة فسيسير معها أما الكافر فسيحاول الهرب منها فتهلكه وتحرقه الحشر الثالث في الآخرة وهو حشر الناس إلى الموقف الحشر الرابع في الآخرة هو صرف الناس من الموقف إلى الجنة أو النار إذن إذا سألك سائل هل للحشر أنواع؟ تقول نعم الحشر له أنواع أربعة اثنان منهم في الدنيا واثنان في الآخرة الحشر الأول الذي هو في الدنيا هو إخراج أهل الكتاب من جزيرة العرب وهذا ورد ذكره في قول الله تعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ده النوع الأول النوع الثاني هو النار التي تخرج من عدن باليمن وده يكون قرب يوم القيامة يعني ده علامة من علامات القيامة الكبرى بمعنى أنها إذا ظهرت فيكون خلاص انتهى أمر القيامة وأنها ستقوم بعد قليل هذه النار تخرج من عدن وتسوق الناس جميعا مؤمنهم وكافرهم تسوقهم إلى أرض المحشر المكان الذي سيتم الحشر فيه للحساب هذه النار في سوقها للناس طبعا تستغرق وقتا كبيرا من الزمن وبالتالي فهي تكون معهم ليلة نهار وطبعا النرض هي علامة برضو للمؤمن ولكافر المؤمن بيها واللي هو عارف أن هي علامة من علامات يوم القيامة سينسق معها وبالتالي يسلم منها أما الإنسان الكافر فيحاول الهرب منها والتفلت منها فتحرقه وتهلكه وبعد سوق الناس إلى أرض المحشر ويصلوا إلى هناك فإنهم بعد قليل يحدث النفخة الأولى التي يكون عقبها قيام القيام ثم النوع الثالث من أنواع الحشر وهو ده الذي يتبادر إلى الأزهان جميعا عندما نتكلم عن الحشر وهو سوق الناس للحساب بعد إحيائهم وإخراجهم من كبورهم وهذا بقى المقصود لأنه كل من لو كلمت أي حد عن الحشر تعرف عن الحشر يقول لك هو جمع الناس للحساب يوم القيام هو ده النوع الثالث النوع الرابع هو الحشر بعد انتهاء الحساب وبعد انتهاء الموقف طبعا الناس لا يظلون في أماكنهم ولكنهم سيتفرقوا إما إلى جنة وإما إلى نار نسأل الله سبحانه وتعالى لنا جميعا والمسلمين جميعا أن نكون من أهل الجنة ويكون حشرنا إلى الجنة بإذن الله طيب هل الحشر لجميع المخلوقات أو لبعضهم يعني جميع المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى في الدنيا من إنس وجن وملائكة وحيوانات وطيور وكل هذه الأشياء ستحشر يوم القيامة ولا أنواع معينة هي التي ستحشر يقول ذهب المحقكون إلى أن كل ما يحتاج إلى الفصل يحشر كل ما يحتاج إلى الفصل يحشر سواء كان بقى من الإنس أو الجن أو غيره ولا يختص الأمر بمن يحتاج إلى الجزاء وعلى ذلك يحشر الإنس والجن والملائكة والحيوانات من بهائم ووحوش بالإنس والجن وأيضا الملائكة لأنه سيأتباع عشاء خطر يشهروا على الناس ويشهروا على البشر ويشهروا على الجن أنهم بلغوهم الرسالة وأنهم كانوا يحضونهم على الخير وما إلى ذلك من أشياء وكذلك سيحشر الوحوش والبهائم طيب فايدة حشرها إيه قال عشاء خطر أنه كان فيها برضو القوي وكان فيها الضعيف وكان فيهم من يعتدي على أخيه حتى البهائم حتى الوحوش حتى الحيوانات كل هذه الأشياء ستحشر يوم القيامة وفق هذا الرأي يقول لك ما دليله أي الدليل تمسك به يقول ويؤيد هذا الرأي قوله عليه الصلاة والسلام حتى يقضى للشاة الجماء من الشاة القرناء يعني بمعنى الحديث أن حتى العدل الإلهي سيناء اليوم القيامة الحيوانات فيه كده يعني شاة لها قرون ومتعفية وقوية ونطحت الشاة اللي هي جماء فلابد أن يقتص الله سبحانه وتعالى من هذه القرناء يوم القيامة للجماء التي ليس لها قرون ولذلك قال لك والحكمة من حشر البهائم إظهار كمال عدل الله تعالى ده الرأي الأول الرأي الثاني ذهب البعض إلى أنه لا يحشر إلا من يجازى فيكون الحشر مكسورا على الثقلين الإنس والجن في الرأي الثاني يقول الذي سيحشر يوم القيامة هما الإنس والجن لأن هم دول اللي يحصل لهم جزاء يوم القيامة سيجازوا على أعمالهم أما الحيوانات والحشرات والوحوش هذه الأشياء دي أشياء غير مكلفة وبالتالي لا عقاب عليه طيب الملائكة الملائكة أساساً مأمرون بالطاعة وهم كانوا على طاعة طوال هذه الحياة الدنيا ولم يعصونا الله سبحانه وتعالى أبداً وبالتالي أيضاً لا حاجة لإيه لحشرهم لأنهم لا يحاسبون هم جبلوا على الطاعة ولم يعصوا الله سبحانه وتعالى طرف تعين وبالتالي سيكون الحشر مكتصر على على السقلين اللي هو الإنس والإيه والجن لأنهم هم دول لهم محل الحساب ومحل الجزاء يوم القيامة نتكلم بعد ذلك عن مراتب الناس في الحشر إيه مراتب الناس في الحشر بمعنى هل الناس كلهم يحشرون على صفة واحدة يوم القيامة وينتقلون من كبورهم إلى أرض المحشر هكذا على هيئة واحدة قال لك لا ولكن مراتب الناس في الحشر متفاوتة فمنهم الراكب ومنهم الماشي على رجليه ومنهم الماشي على بطنه أو على وجهه والعياذ بالله وكل على حسب عمله يبقى المراتب ايه متفاوت فيه الله يجراكب يوم القيامة أنبياء والرسل والعلماء والعاملين والشهداء وما إلى ذلك سيأتوا راكبين بفضل الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ومنهم من يأتي ماشيا على قدمه ومنهم من يأتي زاحفا وماشيا على بطنه أو على وجهه والعياذ بالله فكل حسب عملي وده يجعلنا أبنائي وبناتي أن نحسن العمل حتى نكون من الصف الأول بإذن الله إذا نقول في نهاية الأمر من الذي تنشق عنه الأرض أول واحد تنشق عنه الأرض يوم القيامة قال وأول من تنشق الأرض عنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أول من تنشق عنه الأرض يوم القيام إذا أردنا أن نضع سؤالا لهذه الحلقة نقول من مراد بالبعث يعني عارف البعث وهل البعث أمر ممكن وما دليل ذلك عقلا ونقلا نجيب الأدلة العقلية لأن في بعض الأشخاص الذين هم على غير دين الإسلام ينكرون هذا الأمر ولا يقتنع بالأدلة الكرآنية ولا بالأحاديث النبوية إذا قلت له قال الله يقول أنا لا أؤمن بالقرآن تقول له قال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا لا أؤمن بالرسول فلابد أن تأتي له بدليل حقلي ثم بعد ذلك تأتي بالأدلة النقلية وهل الإعادة عن عدم محق أو الإعادة عبارة عن جمع الأجزاء المتفرقة وهل تعود الأعراض في البعث وبين آراء العلماء ممكن أن أقول لكم سؤال آخر ما الحشر وما أنواعه وهل الحشر لجميع المخلوقات وما مراتب الناس في الحشر أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وعلى وعد بلقاء قادم إن شاء الله أترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة